وفي ملف ضيصلا بالوضع العراقي الطار أكد وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكين أن بلاده ملتزمة بمحاسبة المسؤولين عن التطهير العرقي بحق الأيزيديين مشيرا إلى 300 ألف أيزيدي ما زالوا في حالة نزوح أو مفقودين وجاء ذلك خلال استقبال أنتوني بلينكين لممثل الكرد الأيزيديين في مقر الخارجية الأمريكية وأكد التزام بلاده بمساعدة المجتمعات التي عانت أكثر من غيرها على يد داعش ومواصلة العمل مع العراق على مساعدة المتضررين من داعش وضماني استقرار وسيادة الأراضي العراقية